الاهلي هو اخر فريق انهى الموسم اللي فات والاهلي هو خلال الموسم الحالي اكتر فريق لعب ماتشاط لانه كان عنده بطولات مختلفة شارك في ماتش السوبر ده مباراة زايدة ماتشاط كاس العالم للاندية ماتشاط زايدة مشواره في دوري الابطال انا بكلم مقارنة بالفرق اللي بتنفسه او اللي معاه فيه منافسة على اقل فيه المنافسات المحلية زي الدوري والكاس وبالتالي هو لعب اكتر من الزمالك لانه الزمالك خرج من دون المجموعات لعب ماتشين مع ساندونز وان شاء الله بإذن الله هيلعب ماتشين تانين مع الترجي في جميع الاحوال وان شاء الله يكون لنا حظ ونصيف ان احنا لعب ماتش نهاية افريقيا حطهم على ماتشاط كاس العالم حطهم على ماتش السوبر افريقيا حطهم على ماتش السوبر المصري مع طلاع الجيش كل دي عدد ماتشاط زيادة وبالتالي المشكلة بالنسبالي اللي بتكلم فيها برضو من بدري انا مش عارف ليه دايما ما بيكونش عندنا بعض نظر او ما بنحسبش حساباتنا او ليه دايما بصين تحت رجلينا ده التعبير الاداق ليه دايما بصين على ان احنا نعدي مرحلة بمرحلة وفي النهاية احنا بنتضر لانه الحقيقة لما بقول احنا بنتضر مش بقى هنا مش بس بتكلم عن نادي الاهلي بتكلم على الكرة المصرية خدوا بالحضراتكم الاهلي هو المصدر الرئيسي للاعبي المنتخبين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي اللي ان شاء الله يمثلنا فيه اولمبياد توكيو وبالتالي اي حالة ارهاق او اي اللي قدر الله بعد الف شهر اصابات ده معناه انه هيأثر بشكل او باخر على منتخبات مصر في اولمبياد توكيو او مشوار منتخب مصر فيه تصفيات كاس العالم او حتى مشاركتنا فيه بطولة اهم افريقي والنقطة التانية ودي اللي يمكن محدش يمكن حطيتها في عين الاعتبار انه ان شاء الله في حالة وصول النادي الاهلي مباراة نهائية ده معناه ان احنا هندخل الموسم اللي جايه عندنا برضو سوبر وعندنا برضو مشاركة فيه كاس عالم الاندية وعندنا مباريات زيادة واعتقد انه حتى لو الدور يخلص في شهر تسعة ده معناه ان احنا عندنا تلاحم مواسم مرة تانية طب مين يقدر على ده؟ يعني اي نوع من اللعيبة في الدنيا ممكن تلعب ثلاث مواسم بدون فترة راح ومع مشاركتها مع يعني مع ناديها النادي الاهلي في بطولات مختلفة ومع انضمامها لمنتخبات مصر في اولمبياد توكيو ومع انضمامها لمنتخب مصر في تصفية كاس عالم اللي جاي ومع انضمامها لمنتخب مصر في بطولة امم افريقيا يجيبوا منين؟ يعني المخزون البدني واللي يخل البدنية بتاعتهم تسمح لهم ازاي ان هما يلعبوا ثلاث مواسم ويشاركوا في هذا الكم الكبير جدا من البطولات دي نقطة لازم تتحطي في عين الاعتبار ولازم يبقى فيه تخطيط يعني بمعنى انه كلام اللي انا ماقول ده مش جديد ده العالم كله شغال كده فيه حاجة اسمها ارتباطات دولية وفيه حاجة اسمها ارتباطات اندية اقدر اعمل خريطة واقدر اعرف الخريطة بتاعتي لموسمين جايين على اقل قدام وبالتالي اقدر ابني عليها البلاننج او التخطيط بتاعي ازاي ممكن ادير المسابقات المحلية دولي وكاس واساعد الاندية بتاعتي لانه مصر بتشارك باربع فرق في بطولات افريقيا اهلي السنة اللي فاتت يعني اهلي زمالك بيرميدس مقولين دول اخر اربع اندية شاركوا وعندنا مشكلة فيه فكرة تحديد الاندية المصرية اللي هتشارك في بطولات افريقيا لانه الموسم عندنا ممتد واحدة برضو من المشكلات هنعمل فيها ايه الله اعلم يعني كان فيه مفاوضات مع اتحاد الافريقي في الجزئية دي لكن في النهاية كلها جملة مشاكل بسبب عدم وضوح الرؤية من البدايات يعني اعتقد دي نقطة يطول فيها الكلام خليني اكمل مع حضراتكم واقف شوية لانه عندي كلام على الشامبيونز ليج مبارح طبعا زي ما حضراتكم تابعته العالم كله كان متوقع اتساح من سيتي لتشيلسي فيه نهاية دوري الابطال وكل الخبراء وكل المحللين اللي احنا اتكلمنا معهم بشكل مباشر في السادسة او فيديو كونفرنس الاراء على المواقع المهتمة با نهاية شامبيونزيج او بتغطي شامبيونزيج كانت مرجحة كافة جوارديولا على حساب طم السخل والسيتي بنجومه على حساب تشيلسي بفارق كبيرة جدا لكن ايه اللي حصل في التسعين دية غير واثبتت المباراة دي واحد من اهم الدروس في كرة القدم ان مباريات كرة القدم لا لها علاقة بتوقعات ولا لها علاقة بتحليلات ولا لها علاقة بارقام وفي النهاية كل مباراة لها حسابتها على البصات لمدة التسعين دية وده اللي عامله رجال تشيلسي بارح انا من بداية السيزن كنت اتمنى اتمنى لجوارديولا بشكل شخصي لانه واحد من افضل المدربين اللي يستحقوا انهم يحاول بطولة وأتمنى كمان للمان سيتي أنا بشوفه واحد من أكتر الفرق اللي بتقدم كرة ممتعة والكرة الممتعة بقت عملة ندرة يعني من ساعة ما البارسة والريال خفوا خفوا أزنقهم في الملعب وما بقتش كوريتهم هي الكرة اللي متعت العالم كله على مدار السنين فاتت ما بشوفش الفترة دي غير البايرن والمان سيتي والأهلي هنا في مصر اللي بيقدموا كرة ممتعة لفترات طويلة جد يمكن حتى غابت عن الأهلي في الفترة الأخيرة لكن إن شاء الله مع رجوع الاسكواد بشكل كامل نشوف كرة الأهلي مرة تاني لكن مفيش فرق النهاردة حتى الفرق اللي بتحقق البطولات بتقدم الكرة الممتعة دي ممكن يدخل معهم بي اه جي لكن شوف برضو صخرية القدر البي اه جي اللي يطلع البارسة ويطلع وراء منه باير ميونيخ عشان يوصل للمان سيتي فالمان سيتي يطلعوا هدي ثلاثة كبار خرجوا بي اه جي باشلونة باير ميونيخ وتشيلسي اللي خرجت نيخ